بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي متتبعي متتبعات قناة المفكر المغربي صلام الله عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد وفي لقاء جديد وموضوع جديد وحلقة جديدة من حلقات القانون بالدرجة معلومات قانونية بالدرجة واشفراسك الحلقة ديالي قبل ما نبدأ فيها لا بدنا نشكر جميع المشتركين والمشتركات في القناة وكن نقول لهم شكرا جزيلا لكم شكرا نابعا من القلب وكن نقول لأي واحد شفت الفيديو أو صادف هذا القناة يشارك معنا في القناة ويدعمنا وشكرا للجميع اليوم عندنا الجناح المتعلقة بسلوك السائق وغادي نبدأ واشفراسك باللي اي واحد ساقشيط وموبيل او اي نوع اخر ديال الحديد غادي نتعاق بغارة من ربعالف الى اتمنالف ديال الدرهم مع توقيف البيرمي من شهر احتى ثلاثلت شهور الى الساق بسرعة فيتا سرعة مسموح بها قانونيا لأكثر من نص دار مار شريان او نص دراء في الوثروت كي يصير في الاتجاه المعاكس داخل الوثروت واشفراسك اي واحد غادي نتعاق بغارة من 1200 حتى ثلاثلت الف درهم مع توقيف البيرمي من شهر حتى ثلاثلت شهور الى ما خدمش جهاز قياس سرعة او الديسك او ما احترنش مدة السياقة او ما احترنش مدة الراحة اي امو اللي حديد هز شي حمولة فيتا الوزن القانوني باربعين في المية اللي فوق غادي نتعاق بغارة من 24 الف ريال حتى الغربعين الف ريال على كل طون زايد وكل جزء من الطون فيت خمسمية كيلورا كي يتحسب الطون واشفراسك في منشآت العبور الى عندك وزن الحمولة القانوني زايد غادي نتعاق بالحبس من شهر حتى الثلت شهور وغارة من 30 الف ريال حتى الثلتبانين الف ريال او واحد من هذه العقوبات وعند المحكمة الحق توقف لك البيرميل لمدة عام واشفراسك ممنوع السباقات ديال السيارات ولا اي نوع اخر ديال التظاهرات الرياضية في اللوتوروت والطرقوان اللي كتدخل وكتخرج من اللوتوروت واي واحد انضم هذه السباقات وخلف هذه المانع عنده غرامة كتبدأ من 10 لف درهم حتى الثلتلاتين الف درهم وكي نعقوبات خراء حول سباقات الراجلين والدراجات الممنوعات في اللوتوروت والطرقان اللي كتوصل لها كتبدأ من 1200 درهم حتى الثلتلاتين الف درهم واشفراسك اي واحد سكتا موبيل او اي نوع اخر ديال الحديث ووقفوه البوليس او الجدرمية او المراقبة وممتتلش عنده غرامة من 24 الف ريال حتى ال40 الف ريال بلا المتابعة دياله بالقانون الجنائي واشفراسك اي واحد داركسيد عنده الحبس منشر حتى ال6 شهور وغرامة من 40 الف ريال حتى المليون او الا واحدة من هذه العقوبات وعدل محكمة الحق توقف له البترمي لمدة عام حتى العامين واشفراسك اي واحد سكتا لحديد سكران عنده الحبس من 6 شهور حتى العام وغرامة ما بين 5000 حتى العشر الف درهم او الا واحدة من هذه العقوبات وإلى ما بغاش يدير هذك الريلز او هذك الجهاز بيقسوا نسبة الشراب في الدم رأى عنده نفس العقوبات اي عنده الحبس منصد شهور حتى العام او غرامة من 5000 حتى العشر الف درهم والا واحدة من هذه العقوبات هنا سالة الحلقة دي اليوم وإلى اللقاء في حلقة جديدة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته